في هذا الفيديو أريد التعلم كيف أضع إليك بسرعة لكل الأسئلة الموجودة في قلب هذا الدكونات لدي أسئلة موجودة هنا هذه الأسئلة الأولى وهذه الأسئلة الثانية كل واحدة منهم أريد أن أعطيها كابشن أو أسئلة إذا أقدر أعطيها أسئلة سأطلع على الأسئلة الموجودة هنا أحتاج أن أتكلم أنني لا أكتب في الأسئلة الموجودة سأضع الكورسر إلى حد البراقب المارك قبل الأشمال وبمجرد ما كبس التاب سألاحظ أن أثنين أصبحوا أخرى سنرى كيف يمكن أن ن Specsiال بطريقة سريعة سأذهب إلى التوصف بالScr بال�� intры فأخير من الموجودة víفة أبداً في التوصف سأتنين قلاقة Algorith واستطلع بإمكاناش الامر لكن تألون إعطاب أسمائي تستخدم manifestation هي عبارة عن إقوائشن. فبروح على اللي بي موجود عندي هون وبختار انه انا بدي إقوائشن. حيطلع عندي النمبر يلي موجود عندي هون. اكيد يمكنك ان تقوم بتقوم على نيو لابل. وبتكتب هون اللي بدي كي اكزامبل انا هكتب ماي إقوائشن. وبمجرد ما كتبت ماي إقوائشن وقلت له اوكي. هلاحظ انها هطلع عندي على الشكل التالي. والنمبر يلي موجود عندي هون بيعمل انكريمنتيشن كل مزيد إقوائشن. انا I will use the simple one اللي هي يجاية باي ديفاوت الإقوائشن. كبس تالي مش هغير بالنمبرينج مش رح اقامل انكلودنج لتشابتر نمبر لايك هدنج و هدنج تو انسوان. حقل له كانصل بكرة منشوف بالتيسس ريبورت. حقل له اوكي. هلاحظ انه النمبر صار موجود عندي هون وزرقت الإقوائشن. اكيد انا ما بدي هيدا الفورمات برجع بعلم علي كل ياتا بروح على الهوم وبقل له بالتاكست بدي ايه اوتوماتيك تيرجع كلهم لونون اسود. في كتير تفاصيل وفي كتير طرق تأنك تعمل انسورشن للإقوائشن بقلب الدوكومنت يلي امتا عم تشتغل عليه. فيك تستعمل تابز او فيك تستعمل تايبل. انا بحب التايبلز. هاعلم على هيدا التاكست اللي موجود هون بدي حطه بقلب تايبل. تتقدر تعمل له كونفيرت لتيبل بتطلع على الإنسورت. بتقل له بدي تايبل. وبتقل له كونفيرت تاكست تو تايبل. تقبص وخلي هيدول كليتهم متل ما هنه ما مشكلة. وبدي تعملي سابريشن يعني تتقدر تعرف وين اول كالم خلص. ركز على التاب يلي هي موجودة هون. اذا برجي وقال له اوكي. هلاحظ انه صار في عندي تايبل على الشكل التالي. يلي هيصير هلا. هارجع زغير الكالم لهيدي الميلي لهون. وهارجع انا كمان اخفي البوردرز تبعون هيدا التايبل. هاعلم على التايبل كليتو. هروح على الديزاين تاب. وحاطلع على البوردرز يلي موجودة عندي هون. وبيدي يقل له بدي نو بوردرز. ما بدي يكون في بوردرز ابدا لهيدا التايبل. الان من اجيه سنتر دا على الاكوشن. فبروح على اللي اوت بقل له اتنينة توم بدي هون سنتر بسنتر. فبيطلعوا عندي على الشكل التالي. موروفر انا في عندي رفرنس هون. اذا بقرب الكيرسور على الرقم اللي موجود عندي هون. هيطلع شوي جريد معنيتو هيدا. بدي حط عندي انا بارانتيسيس موجود عندي هون. كمان موجود عندي هون. وكمان موروفر ما بدي يكون في اتاليك. فبعلم عليهم اتنينة توم بقل له هوم. وبرجع بقول انا ما بدي يكون اتاليك. بدي يكون على الشكل التالي. فكل اكوشن انا هلأ بدي ارجع عمل لها فورماتينج على الشكل التالي. تقدر انا هيا على حالي. خلونا نعمل شيء اسمه تامبليت. وعلى اساس هيده التامبليت. ويويل انسرت اكوشن انسرت اكوشن. هاو تدو اتسي. اول شغلة لازم انا اعملها اني امحي الباكس طبع الاكوشن اللي موجود عندي هون بقلب التابل. برجع بوقف بقلب هايدي السل. وبقل له بدي انسرت. هاطلع لفوق اكوشن. اتز اكوشن. برجع بطلع على التابل. ببعلمي عليك كلية وهو موجود عندي هون. وبعمل له كابي كنترول سي على الكيبورد. بروح على الفايل. بروح بعدين على الابتشنز تحت. وبقلب الابتشنز انا في عندي كابسة اسمه بروفينج. بقبوس عليها. وبروح تحديدا على الابتشنز. وانس كابست عليها. اوتوماتيكلي هيفتح لي الديالوج باكس هون. هيحط لي الفورمات التاكستي اللي انا اساساً عمل له كابي. ويقل لي انت شو بدك تكتب على الكيبورد. اتا اوتوماتيكلي بمجرد ما كتبت هايدي الكلمة. يطلع عندك هايدي الباكس. هاقل له انا بدي اكتوب بهايدي الطريقة. اكيد كي سانسيتف. مي كابيطل ام اي جراج صغيرة. الواي صغيرة. الاي كابيطل والكيو كابيطل. بقل له اد. بمجرد ما قلت له اد صارت موجودة عندي بقلب الليست هون. بقل له اوكي. برجع بعدين بطلع بعمل اوكي. هلا ازا كت انا عم بشتغل بهيدا الدوكيمنت. وحبيت حط اكتوب بعد هيدا البروغراف بكتوب بمجرد ما كابست انتر. حيطلع عندي هون الايكوشن. حيطلع اوتوماتيك لي رقمة 2. طيب حسب ما نبين انا عندي هون هلا انه في عندي اكوشن السي هون ستاتيك. يعني انا كان في عندي اكوشن قديمة موجودة هون. خلو انا رجعها. رجعت الايكوشن اللي كات موجودة عندي هون انا. هخليها متل ما هي. بدي ايجي هلا على الايكوشن يلي عندي هون النمبر 2. هعمل انتر. هقل له ماي. اي. كيو. كابتول انتر. طلع عندي الاوتوماتيك تاكس. بيجي على الايكوشن يلي هون. بقبوس عليها بقل له كنترول اكس. بيجي على الايكوشن يلي هون. وبعد ما عملتله كت. هقل له بدي اعمل له كنترول في يعني بيست. فصارت الايكوشن عندي موجودة بهيدي الطريقة. هلا بدي انت زبيت الفورمات تبع الايكوشن. تقدر زبيت الفورمات تبع الايكوشن. ها علم عليهم كلايتهم. تحديدا على كل التابل. هقل له بدي اي لونه اسود. واطماتيكي هطلع انا على الاسطيل. اي need to create a new style. called my equations. فاذا هكتب كلمة my equations. فاذا هكتب كلمة my equations. هقل له اوكي. هلاحظ انه الاسطور موجود عندي على الشكل التالي. هشيل الاتلاليك. هطلع على my equations. رايت كلك. وقل له update my equations to match selection. فاوطماتيكي يصبحوا يطلعوا عندي كلهم باللون الأسود بضعاً، إذا أحتاج إلى تطبيق مختلفة على اللون الأسود سأقوم بعمل على كل الـ Table سأطلع على الـ My equations ويقوم بعمل عليها سيصبحوا أثنين يشبهوا بعضهم ويستعملوا الـ Cambria Math على كل واحدة من هنا سألاحظ هنا أنه لدي بعض الأسئلة مبدي هنا سأمحيون طبعاً سأمحي بس اثنين لأنه هذا الـ Paragraph الموجود هنا قاعد على الـ Table سأرجع كمان على الـ Equation الموجودة عندي سأقوم بعمل بعمل بعد الـ Paragraph قبلها اكتب My EQ بهذه الطريقة سأقوم بعمل على الـ Equation الموجودة عندي سأطلع على الـ Box سأقوم بعمله Delete سأرجع بعمل 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 سألاحظ أنه هذا بصر رقمة 3 سأمحي هؤلاء الثنين الموجودين عندي سأعلم على كل الـ Equation مع الـ Table تحديداً سأطلع على الـ My equations سألاحظ أنه يسخل الـ Equation الموجودة بعد أن تنتهي على كل الـ Equation بهذه الطريقة اللي هو ماي اكوشنز عليهم كليتهم حلاحظ انه انا الاكوشن نمبر فور موجودة على top of the page which is not a convenient way فاذا بديها تلحق البراغراف يلي موجود فوقاه على طول فاذا بيجي على البراغراف الفوقاني اوتوماتيكي انا بيجي بعمل رايت اكليك عليه وبقول له براغراف بروح على line in page breaks وبقول له keep with next بمجرد ما كبست keep with next وقلت له اوكي حلاحظ انه حينزل اسم من البراغراف ويكمل مع الاكوشن فهتطلع professional بطريقة اضبط طيب خلوني انا هلأ اول بدي اعمل رفرنسين لهذه الى الاكوشنز within my text ها اطلع اول شي اكزامبل مثلا على اول واحدة اللي هون اللي هي اكوشن نمبر 1 قول انه انا عم بحكي عنا بالجملية اللي موجودة عندي هون بعد كلمة expense ها اعمل space ها اطلع هلأ على الرفرنسز tab في عندي هون انا cross reference بكبوس عليها اوتوماتيكي بيفتح لي الويندو اللي موجودة انا عندي هون اللي cross reference اللي انت بدك تعمله insertion شو هوى يا اما بيكون عبارة عن label انت عملت له creation او يمكن يكون equation انا بهايدي الحالي استعملت equation ما استعملت ال label زيلي كتعملون creation هاكبوس علي كلمة equation هاقل له الرفرنسي اللي بدي اعمل له insert هاقل له هاقل له insert اوتوماتيكي اذا بعمل close هلاحظ ان صارت موجودة عندي هون اكيد الفورماتي اللي هون عنده مجزابت فاذا بدي علم عليها وبيدي رجعها للنورمل يلي هو اساسا هيكون 11 واذا بدك حد الكلمة اللي موجودة عندك هون فيك تكتب انت كلمة equation فبتطلع عندك على هيدا الشكل التالي اسيوم انه هيدا ال equation تغير محله بس الرفرنسي صار موجود عندي هون هاجي انا على هيدا اللي اللي موجود هون هاقعمل cut لكل ال table يلي عمدي هون مثال يعني هاقعمله انا equation number four بشكل انا تكون بعد هيدا ال paragraph يلي موجود عندي هون طلع عندي رقم one which is bad كيف بدي ارجع زبط ال sequence وارجع الرمز بالرقم يلي موجودهم انه انا عم بحكي عن equation four مش one بعمل control a select لكل ال document بعمل right click وبقل له update field ومجرد ما عملت update field بلاحظ انه صار اسمه ثلاثة ووقت ما انا حطيته تحت عمل ريكينسي دوريشن وصار النمبر تبعه هو ثري هروح هلا على اخر ال document هاقبس control and حتى روح على اخر ال document هاقعمل control enter يعني insert page break وهلا بدي اعمل insert ل table of equation تنقدر نعمل insert ل table of equations بنطلع على ال references بطلع على ال insert table of figure بيكبس عليها وبقل له هالمرة يلي بديه هو ال equation ما بدي table of figure بيكبس على ال equation وبرجع بعدين بيكبس على ال okay فحلاحظ انه كل ال equations هيطلعوا عندي بقلب هيدا ال table بحسب انا كيف مسميين عندي بقلب ال document فاذا فيني انا بكل بساطة ارجع اطلع على اول page اعمل enter واكتب عندي هون table of equations وفيني علم عليها واطلع exactly على ال home وقل له هيده بدي size طبع يكون let's say 14 وارجع حطه بالنص فبيطلع عندي table of equations موجود على الشكل التالي خلوني اجي واخد بعاني الاعتبار انه انا ال equations اللي موجودين عندي هون انا بدي عدل عليهم بشكل انه غير ال format او size او اللي بدك ايه فراح علم على entry من هيدول ال entries اللي موجودين عندي هون هاطلع على تيك تبعت styles وافتح styles dialogue box هلاحظ انه اللي موجودة عندي هون اسمها table of figures بعمل رأي تكليك عليها لانه هي كمان تعت table of equations بلو modify ولاتس اسيوم انه انا بدي italic فحاكبص على ال italic قلو اوكي هلاحظ انه كل انه نعمل عليهم update وتغير الفورمات تبعهم هيدا الاكزامبل هنستعرضوا بطريقة السابق اكتر وقت ما هنحكي عن ال thesis report فورت